نبأ وفاة نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد حجازي بسكتة قلبية كاد يمر دون قلاقل لولا القنبلة التي فجرها مهدي همت المقرب من الحرس الثوري في تغريدة له على صفحته على تويتر قال فيها أن وفاة الرجل لم تكن بسكتة قلبية وأردف مخاطبا المرشد الإيراني هذا إضاح أو هذا أيضا راح فداك وهذا يعني أن وراء رحيل الرجل ما وراءه بل ويعني أنه قضى قتيلا وما يزيد من الريبة هو أن همت حذف التغريدة بعدها بقليل ما يعزز الشكوك بمقتل الجنرال الحجازي أيضا رثاء المتحدث باسم الحرس الثوري ووصفه له بالشهيد على الرغم من أن المعلن هو وفاة طبيعية وبذلك يفتح باب التكهنات حول حقيقة وفاة الجنرال الحجازي وما إذا كانت تصفية أم وفاة طبيعية ولم لا وفاة في ساحة حرب ما كما اليمن التي كان الرجل مسؤولا عن إدارة شؤون ميليشيات الحوثي ذراع بلاده هناك كما سبق له أيضا المشاركة في الحرب الإيرانية العراقية والتي أصيب فيها بأسلحة كيموية لكنه نجا كما تحمل المعارضة أيضا مسؤولية قمع المتظاهرين عندما لعب دورا مهما في حملة القمع الدموية التي أعقبت الانتخابات عام 2009 ترجمة نانسي قنقر